أولت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أهمية ملحوظة للاندماج الاجتماعي والمهني للنساء القروية الشابات أهمية تتجسد في رفع رهان التكوين في مهندات قابلية عالية للتوظيف ثم إدماجهن في سوق الشغل ومواكبتهن لإحداث مقاولات وإيجاد مصادر الدخل والنموذج من مركز الريحان للفتاة والمرأة القروية بجماعة لدى إياد بالفقه بن صالح الذي أنشأته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كتجسيد عملية لبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعيتها شاشة كلفة الإجمالية للبناء والجهيز تفوق مليون ومئة ألف درهم وهذا المركز تم إنجازه لفائدة النساء في وضعيتها شاشة بحيث أن هذا المركز يوفر لهم واحدة مجموعة من الفضاءات لإكتساب مهارات في بعض الأنشطة النسائية كالطبخ والخياطة وكذلك الحلويات إضافة إلى فضاء الإعلاميات وفضاء التعليم الأولي وتم إحداث المركز في إطار المرحلات الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والهدف هو تعزيز إدماج فتيات الشابات في الحياة العملية وتمكينهن من ضمان دخل آمن ومستقرة عبر أنشطة مدر للدخل نحن هنا نستقطب جميع الفئات بالنسبة للمرأة والفتاة التي نقاطعها عند دراساتها التي تقرأ بالإضافة لولدات الصغيرة يعني التعليم الأولي حالياً بالنسبة للإعلاميات ركزنا على واحد الفئة التي تقرأ لأنهم الذين يفقون لحاجة الإعلاميات والكمبيوتر هذه مبادرة طيبة حيث تقريباً أول مرة ستكون شيء حاجة في حالها للمرأة والبنت العيادية بالنسبة لأن الطبخ هو شيء حاجة لنورمان موشن ديروها ديما بالحق هنا تنعلمهم أساسيات للطبخ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وضعت ومنذ إطلاق مرحلتها التالتة من قبل صاحب الجلالة في شتنبر 2018 وضعت الرأسمان البشرية في صلب اهتمامتها من خلال رؤية استراتيجية تتمحور حول أربعة برامج استباقية منها برنامجان يعالجان العقبات الرئيسية التي تعيق التنمية البشرية ويجعلان من العدالة الاجتماعية أولوية ترجمة نانسي قنقر